بعد أن أصدرت محكمة تابعة للاحتلال قراراً بسجن الأسير الأردني ثائر جمال اللوزي بتهمة مهاجمة مستوطنين بمطرقة التقت رؤية والدة الأسير التي طالبت بنقل نجلها إلى الأردن لقضاء محكوميته متهمين إبني إنا ضارب يهود مضارب يهود وخمين خلال الشغل إحنا ما بنعرف شو اللي صار مع إبني ما بنعرف إنا من كيف إنا هو ضرب هم ضربوا هم اللي تعدوا هو اللي تعدى إحنا ما بنعرف إحنا ما كنا موجودين معه اللي نعرف كيف تفاصيل القصة بس هو يعني إبني مش رح يروح يضرب الناس من غير ما هم كمان إنهم يتعدوا وهدول كمان مش مش واحد هدول اثنين اللي كانوا موجودين اللي ضربهم والله إحنا الواحد يعني مش عارف كيف يعني هذا الحكم صار ما بعرف محام الدفاع ما هو حمد بالأول حكى إنه فيه إلى من ثلاثة اختيارات بالحكم اختيار إما إنه حكم تسعة عشر سنة وما إلى أي مجادلة فيهن يعني ما فيه تمييز ولا فيه أي إشي يا أما اثنين وعشرين سنة ويصير تمييز والتمييز حكي يعني ممكن ينزل ممكن ما ينزل ممكن يضل زي ما هو يا أما إنها تكون محكمة مفتوحة من يشوفوا يعني مثلا إنه هو يجلس سما على مسؤوليته وحسب ما بدأ يجي الحكم حكى المحامي ممكن يحكمه خمسة وعشرين ممكن عشرين يعني مش معروف يعني شو الحكم ممكن ثلاثين ما بيعرف بتفضل المحامي وشجعنا على إنه يعني نوافق على حكم تسعة عشر سنة تكلفنا في خلال عشرين يوم يعني دفعنا مبلغ الفين دينار أردني ومقدرناش نكمل فإبني صفى بلى محامي المحامي طالبنا بإني بدي يكمله وحكينا لا إحنا ما بنقدر فعود استلمها بنسلموها لواحد من المحكمة محامي من المحكمة للمحامي مجد بدر وروحنا للوزارة الخارجية وكل ما بكينا الروح ما كان يتجاوبوا معانا نهائيا ولما بدنا نحكي معاهم يعني شغلة استهزاء يعني كأنهم بتهزوا علينا بإنا بنسأل إن ابننا إحنا عامل غلط يعني فإنما إن الحك إنا نسأل عنه ابني ثائر أول مرة بيطلع على إسرائيل على إلات أول مرة بيطلع على إلات هو أصلا ما طلع شغلة غير مرة واحدة على السعودية طلع عمره وغيرها ما طلع أصلا يعني من الأردن ما طلع عمره ما طلع ما سافر من البلد يعني بطلب منهم إذا بقدروا إنهم أول إشي إنهم إذا بقدروا يجيبوا إبني حتى لو إنا غلطان يحكموا هانا إحنا في واحد يهودي هان أجا كتل ودوا بزفة وطبلوا ورنة وروح عند أهله وهو مبسوط ولا تحكم لا عنا ولا غادي إحنا أولادنا يا العرب إرخاص أولاد اليهود بيخافوا عليهم والله هذا ظلم أنا بدي إبني بدي إبني لأنه طلع عن طريقهم وأنا بحملهم المسؤولية همة لأنهم همة اللي طلعوا إبني أنا مستحيل إن ابني يقدر يطلع ابني لا طلع تسلل ولا طلع منه عن طريق غير شرعية اللي حكيان ناطق الإعلامي لوزارة الخارجية هذا الكلام مش صحيح لأن ابني ما نحط له محامي وعن طريق الأردن ما حتى سؤال ما بيسألوا عنا ولا حطوا له محاميين والدليل على هيك إن أحنا حطينا محامي عن طريقنا ولما مقدرناش نكمل معه وروحتوا حكيت لهم والله العظيم إنه حكيت لهم حكيت لهم أنا ابني هيا بيسحبوا مني أنا مصاري وإحنا مش كادرين نكمل شو نعمل حكولي لا ما تعطيش ما تعطيهم ما تعطي المحاميين طب وإنه وكيف يقول إنه حطين محاميين ما حطوا محاميين لأولادنا أنا ابني بالنسبة لابني ما حطوا لمحامي أنا ابني أسير أردني مواطن أردني وطلع عن طريقهم محاميون